تحية لكم السلطات السعودية تمنع اعتصاما شعبيا في الرياض للتضامن مع غزة وأسطول الحرية جمعية الحقوق السياسية والمدنية احتجت واتهمت الداخلية بمنع التعبير السلمي وتكميم الأفواه هدف اعتصام الرياض اظهار مشاعر الشعب في السعودية وحماسته الدينية وكسر الصمت الذي يفصله عن العالم لكن وزارة الداخلية اغلقت في وشه الابواب كل الشعوب تضامنت الا في السعودية فالتضامن مع غزة يثير الشبهات ولا تسمح به السلطات وبعض المتضامنين ما زال في السجن منذ العدوان على غزة فلماذا يمنع الشعب في السعودية من حقه في التجمع والتعبير السلمي احتجت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية في بيان مطول على منع وزارة الداخلية الاعتصام السلمي الذي كان مقررا تنظيمه الخميس الماضي بالعاصمة الرياض تحت شعار معا ضد حصار غزة ومجزرة أسطول الحرية وتبنت الجمعية الدعوة إلى الاعتصام السلمي للتعبير عن غضب الشعب السعودي تجاه تلك الأحداث أسوة بغيره من الشعوب ولإثبات أن هذا الشعب ليس أقل من الشعوب الأخرى حماسة دينية ولا حمية قومية ولا مشاعر إنسانية لأن الصمت يعني أن الناس في هذا البلد بلا مشاعر وأنهم منفصلون عن العالم الذي يعيشون فيه كما جاء في طلب الترخيص الذي لم يقبل الجمعية قالت في بيانها إنها كانت تأمل من وزارة الداخلية أن تصرح بالاعتصام ولو من باب ذر الرماد في العيون لكي لا يعلم العالم كله الذي تضامن مع أسطول الحرية أن هذا الشعب وحده من بين كل الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة محروم من حقوقه المدنية والسياسية وبدون دستور وأعلنت الجمعية تضامن الشعب السعودي مع الشعب التركي وحكومته الذين ناصرى قضية فلسطين معزية بالشهداء التسعة وطالبت الدول العربية بالانسحاب من مبادرة السلام ووضع القضية الفلسطينية محور العلاقات العربية الدولية وتقوية الارتباط مع الدول الإسلامية كتركيا وإيران وكل الدول التي تدعم الحق الفلسطيني ودعت في ختام بيانها إلى مزيد من أساطيل الحرية وفك حصار غزة فورا لمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أرحب ضيفي هذه الحلقة معنا من لندن الباحثة السعودية دكتور فؤاد إبراهيم ومن الرياض الكاتب والمحلل الأساسي السيد عبدالله الغذامي مع ترحيب بكم للبداية معك سيد فؤاد إبراهيم دكتور في لندن بداية هل تم منع اعتصام الرياض لأنه يتعلق تحديدا بقضية غزة أم أن المنع يطال كل أشكال التعبير بسم الله الرحمن الرحيم قرار المن هو يعكس فلسفة الحكم في هذا البلد هذا البلد قام على خصص مبدأ القسمة ومبدأ التقسيم لا يروق لمن يحكم هذا البلد أن ينشأ تجمع حتى لو تألف من اثنين من شخصين يعبران عن قضية مشروعة في هذا البلد أو حتى في خارج هذا البلد أعتقد بأن قرار المن يتم بناء على رؤية سياسية ورؤية دينية أيضا ولذلك سمعنا المفتي العام في العام الماضي حين كان هناك العدوان الإسرائيلي على غزة في ديسمبر 2008 يناير 2009 صدرت فتاوى من المفتي العام يصف المظاهرات بالعمل الغوغائي كما وصف أيضا الشيخ صالح اللحيدان وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق أي تظاهر أنه يخدم الصهيونية وأن هذا عمل أيضا غير مشروع وبالتالي هنا ولا ننسى أيضا أن حتى التظاهر إذا كان مؤيدا للحكومة سيكون ممنوعا لأن هناك عقدة اسمها أي تجمع بسلطة التجمعات الرياضية التي يراد منها أهداف أخرى هدف الإلهاء ولكن دكتور فؤاد إبراهيم نحن نتحدث هنا حتى التظاهر من أجل تأييد الحكومة هو ممنوع ولكن دكتور فؤاد إبراهيم نحن نتحدث هنا عن قضية الحصار المفروض على غزة والذي شجبته معظم شعوب العالم من القاسي والداني فلماذا يتم منع أي تجمع أي اعتصام حول قضية العرب وقضية المسلمين وقضية غزة تفضل دكتور هل السؤال موجه لي؟ طبعا طبعا سمعت سؤالي؟ نعم أعتقد يعني يفترض أن هذه القضية وهي قضية مورد إجماع العرب والمسلمين عموما وحتى أحرار العالم يتفقون على أن ما يجري في غزة هي قضية إنسانية وقضية أخلاقية وبالتالي يعني ما نجده أو ما يظهر من تعاطف وإجماع دولي أو شعبي على مستوى المنظمات الأهلية في العالم من تعاطف يفترض أن يحرك شيئا ما في هذا البلد التي يفترض أنها تحتضن حرمين شريفين ويرمز إليه باعتبارها دولة دينية لا نجد هذا يعني لا نجد من يتحرك حتى في ضمن هذا الإطار وهو إطار يفترض أن تعوض فيه القيادة السعودية عن بعض إخفاقاتها وبعض اللوم الذي توجهه إلى إيران وإلى تركيا بأن هاتين الدولتين اختطفت القضية الفلسطينية فليجربوا حظهم وليجربوا هذا التحدي الذي تقوم بها الآن منظمات دولية تحت عنوان إنساني تحت عنوان أخلاقي إذا كانت القضية الفلسطينية لا تحرك هذه الدولة فما الذي يحركها فلن تكون منظمات نيوزلندية وإيرلندية وأسترالية وبريطانية لن تكون أكثر تدينا من السعودية إذا كان هناك وازع ديني يحرك هذه القيادة أو هذه الحكومة أو حتى الموسطة الدينية دكتور فؤاد إبراهيم إذا كانت قضية الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال الصهيوني تحركت لها مشاعر العالم من القاسي والداني فما معنى هنا انضمام المملكة العربية السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان هل هو فقط يعني مجرد شعار هل نفهم ذلك أعتقد بأن المنظمات الدولية لم تعد تمارس أي دور يمكن يرتجى منها أن تحقق العدالة أو أن تقيم العدل والقصد لشعوب العالم هذه المنظمات باتت ديكورا وربما أصبحت تلبي أجندات الدول وقوة ومحاور في العالم لم تعد لهذه المؤسسات قيمة حقيقية ما لم تكن هناك تجسيدات لهذه المنظمات على الأرض مجلس حقوق الإنسان الذي يسلط الضوء على بعض الدول ويتجاهل يعني أوضاع حقوقية وأوضاع إنسانية في دول أخرى مثل السعودية التي تمتهت فيها الحقوق الحريات بصورة شبه يومية ومع ذلك لم نسمع هذا البعد الإنساني لدى بعض القوى الكبيرة ستوقف معك عند هذه النقطة لنسمع وجهة النظر أيضا السعودية ومن داخل الرياض انضم إلينا الآن الدكتور محسن العواجي أهلا بك دكتور العواجي السؤال البديهي المطروح لماذا منعت وزارة الداخلية في السعودية اعتصام الرياض لفك الحصار المفروض على قطاع غزة ما الدوافع؟ بالسلام الرحمن الرحيم كنت أتمنى دائما أن لا تقحم الخلافات السياسية في قضايا الأمتين العربية والإسلامية موسيقى